بسم الله الرحمن الرحيم واطلو عليهم نبالوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتسكيري بآيات الله بآيات الله فعلى الله توكلت فاجبعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقووا إلي ولا تنزرون فإن تبليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن نكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وعذركنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كسبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء أوم الحق من عندنا قالوا إن هذا لصحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اوتوني بكل سحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى الكوما أنتم ملكون فلما الكوما قال موسى ما جيتم به السحر إن الله سيبطلوه إن الله لا يصلح عمل المسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون موسى 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 اشتركوا في القناة